لحظة سجلها التاريخ تحكي فصلا آخر من فصول الانتصارات المصرية والتي أثبتت أن لمصر جنودا في كل المجالات على رأسها المجال الدبلوماسي والتفاوضي وهو ما أثبتته عودة طابة لأحضان الوطن عبر مفاوضات معقدة صالت وجالت فيها الدبلوماسية المصرية حتى عاد الحق لأصحابه احتفلت محافظة جنوب سيناء بمرور أربعة وثلاثين عاما على رفع العلم المصري على أرض طابة في ظل أجواء تجسد مشاعر الفخر والعزة أربعة وثلاثون عاما على هذه اللحظة التاريخية التي رفع فيها علم مصر على أرض طابة معلنة عودة المدينة للسيادة المصرية بعد جهود دبلوماسية سبقها تضحيات عسكرية على أرض سيناء لتحتفل محافظة جنوب سيناء بهذه الذكرى وسط حضور شعبي وعرض للموسيقات العسكرية وأجواء احتفالية بساحة العلم جسدت مشاعر الفخر والعزة والنصر بعودة الأرض دولة لم تفرد في شبر واحد من أرضها وأصرت وحشدت كل الجهود علشان نأخذ هذا المكان ولو كيلو متر مربع نحن ما فردش في متر واحد هذا اليوم يوم مشهود ويوم معلوم والله عز وجل أمرنا في كتابه الكريم في قوله وذكرهم بأيام الله فهذا يوم عظيم ومبارك يوم أمن الله علينا واسترددنا الجزء العزيز على قلوبنا جميعا وتم رفع العلم على مدينة الطابة وذا يوم مشهود له قدر عظيم في قلوب المصريين جميعا طبعا استرداد الطابة ده يمثل لنا العزة الكرامة الإرادة السياسية القوية الوعي السياسي والحكمة التي تسترد الأرض بدون قطر الدم واحدة يمثل لنا كتير جدا من المعاني الطيبة المكانة الاستراتيجية التي تتمتع بها مدينة طابة من حيث موقعها الجغرافي والتاريخية جعل لها مكانة خاصة في قلوب المصريين عامة ولدى القبائل وأهالي سيناء خاصة الذين يحرصون على الاحتفال بهذه الذكرى بالتزامن مع الاحتفال التنموي بتنفيذ العديد من المشروعات على أرض سيناء كل عام بمزيج من العزة والفخر يعني احنا الصراحة فخورين احنا كبدوسين من أبناء المحافظة فخورين باسترداد مدينة الطابة والاحتفالات العالمية اللي بنشوفها هنا كل سنة ودائما المحافظ بيدعونا يعني احنا بنشكر السيدة اللي واخر ثفودة لأنه كل سنة بيد أبناء المحافظة أنهما يحيوا الحفل هنا أكيد فخور باسترداد طابة يعني دي حاجة حاجة أفتخر بيه أنا للوطن العرب كل جهود عسكرية ودبلوماسية سطرها التاريخ منذ استرداد طابة في التاسع عشر من مارس عام 1989 لتكون هذه الذكرى احتفالا سنويا يؤكد فيه المصريون قيادة وشعبا على تمسكهم بالأرض وعدم التفريط فيها وأن مدينة طابة ستظل رمزا للسيادة المصرية أخذ الشراب نعم 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 نعم